بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة على تصنيف الحبليات الحقيقة الحبليات خلاص احنا قلنا عالم الحيوان متقسم لتحت ممالك لكن شعبة الحبليات نفسها بقى بتتصنف لإيه تحت شعب يبقى فيه فيلم كورداتا وفيه سب فيلم لها شعيبة او تحت شعبة تقول عليها تحت شعبة كتصنيف كمسمى صح وعليها شعيبة برضو صح يبقى شعبة الحبليات او فيلم كورداتا بتتقسم لإيه لاربع شعيبات او اربع تحت شعب اول واحدة خالص اللي هي اشباه الحبليات او النصف حبليات اللي بسموها الهيمي كورديتس او ساعدة يسموها السيمي كورديتس السيمي كورداتا او السيمي او الهيمي كورداتا دول اشباه الحبليات وهناخد مثال ليه البلانو جلوسوس ده كائن حبلي وضع فيه شعيبة الانصف او اشباه الحبليات او الهيمي كورداتا رقم اتنين شعيبة رقم اتنين اللي هي شعيبة الذيل حبليات او سبفايلام يورو كورديتس او يورو كورداتا وناخد منها الاسيديا او بخخات البحر او قززازات البحر وهنقول ليه سموها ليه سمو دي اشباه وليه سمو دي لذيل حبليات بالتفصيل رقم ثلاثة اللي هي الرأس حبليات السفالو كورداتا او الرأس حبليات وده طبعا زي السهم اللي هو الان فيوكسس مستدق النهايتين او البرانكستوما لانسيوليتس رقم اربعة اللي هو شعيبة الفقريات ده اكبر شعيبة موجودة والاكثر تطورا طبعا اللي هي شعيبة الفقريات او البرتبراتا اللي الحبل الظاهري اتحول بقى عمود فقري عشان كده قلنا برتبراتا من برتبرال كولم برتبراتا دول التلاتة دول مع بعض بيسموهم البروتو كورداتا او البروتو كورديتس اللي هي الحبليات الاولية وده الحبليات العليا الهاير كورديتس الهاير كورديتس ده تصنيف شعوبة الحبليات تقسيم شعوبة الحبليات التكسونومي زي ما احنا قلنا شعيبة النصف الحبليات او اشبال الحبليات ليهما كورديتسة شعيبة الذائل الحبليات ييرو كورديتس وشعيبة الرأس الحبليات سفال كورديتس وشعيبة الفقريات او الفيرتيبراتا ده دياجرام يوضح لك كل اللي هنتكلم عليه في المقرر بتاعنا ان شاء الله فيلم ايه كورداتا يعني ايه شعبة الحبليات هيتقسم لمجموعتين مجموعة بيسموها زي ما قلنا الوقتي البروتو كورداتا اللي هي الايه الحبليات هي الاولية الحبليات الاولية والمجموعة التانية اللي هي الحبليات العليا الهاير كورديتس او هير كورداتا وده طبعا اللي بسموها الفيرتيبراتا او الفقريات الكائنات اللي هي الفقريات بعض الجماعات بتسمى المقرر ده بيسموه فقرياد لأنه هو يشمل معظم الكائنات اللي هندرسها البروتوكور داتا طالما الحبل الظاهري ظل زي ما هو وما تتحورش أصبح يبقى ما فيش فيه برين بوكس لا يوجد فيه برين بوكس صندوق المخ الي هو بسموه الكرينيوم سموه بالانجليزي الكرينيوم طالما ما فيش كرينيوم يبقى ده تعرف على طول أوتوماتيك كده وبالبديه إن الحبل الظاهري ظل زي ما هو ولم يتحور إلى عمود فقري ولا برين بوكس يبقى الحبليات الأولية إيه كرينياتا آه إيه كرينياتا يعني إيه إيه كرينياتا بالعربي يعني لا كرينيوميات لا كرينيوميات يعني الحبل الظاهري إذا ما هو ظهر لكده لكن إمتى بقى الحبل الظاهري ده يتحور إيه هو مصيره ما قولناهوش الحبل الظاهري إنه هو يبقى صندوق المخ كده وبعد كده يبقى مجموعة من الفقرات يبقى أصبح عمود فقري و برين بوكس أو جمجمة أو إيه جمجمة يبقى عمود فقري وجمجمة يبقى ده التحور عمود فقري ده التحور بتاع مين الحبل الظاهري يبقى الحبل الظاهري ما هو مصير الحبل الظاهري حبل الظاهري ده بحاجتين إما يكون عمود فقري وجمجمة للأمام اللي بيتحط بإيه دي يبقى تحط بالمخ الموجود المنتفخ ده اللي هو المخ الموجود ده والحبل الظاهري اللي هو يمتد داخل عمود الفقر يبقى أي كائن في حبل ظاهري هيتحور هيتحور اللي يبقى حاجتين يبقى عمود فقري العمود الفقر اللي هو الموجود ده عشان كده قلنا عليه فرتبراتة ويبقى فيه صندوق المخ اللي هو الكرينيوم اللي هو الكرينيوم طيب أنا أقول الحبليات الابتدائية أي كرينيات يعني ما فيش فيها صندوق المخ اللي بحيت بالمخ صح هل يقتر هنا فيه جزء هنا بيحيت بالمخ هنا لا ما فيش طالما أنه ما فيش يبقى عداء على طول لا كرينيوميات واضح طيب إذا العمود الفقري ده تحو الحبل الظهري ده تحور وبقى عمود فقري ويه صندوق للمخ عشان يحافظ على المخ ونسيجة المخ من الصدمات والكلام ده أصبح كرينياتة أو فرتبراتة نظرا وجود لإيه الحبل العمود الفقري تقول عليه فرتبراتة أو تقول عليه كرينياتة نظرا لإيه لسندوق المخ اللي هو الكرينيوم الموجود وبالتالي كده باختصار الأمر وأواضح أن الحبليات هتتقسم لحبلات أولية وفقريات هتبقى لا كرينيوميات وكرينيوميات طيب الحبلات الأولية زي ما احنا قلنا الوقت هناخد منها إيه هناخد منها اللي هي مكوردات اللي هي قلنا عليها أشبايا الحبليات وقلنا ناخد منها البلانو جلوسوس إن شاء الله بعد كده قلنا اليوري كوردات هناخد منها الأسيديا وطبعا فيها كلاسات كتيرة الأسيديسيا نتكلم عن الأسيديسيا بالتفصيل بعد كده في الصفة اللي هو السفالي كوردات اللي هو الرأس حبليات يبقى أنا عندي زي ما قلت 1 اللي هي كوردات أتنين أي يوري كوردات ثلاثة السفالي كوردات طبعا ناخد منها الأنفيوكسس الأنفيوكسس أو اللي هو السهيم أنا أخد منها السهيم رقم أربعة اللي هو شعايب أي الأنorta أو الكرينيات أو الكرينيات أو الفرتيبرات نفسها لأن بالبديحة اللي عنده فرتبرال كولام يبقى أكيد عنده كرينيوم بيحيط المخ هناخد الكرينيات أو الفرتبراتة ده اتقسمت لي مجموطين سوبر كلاس فوق طائفة تين سوبر كلاس ايه جناثة اللي هي بسموها اللافكيات يعني كائنات لا يوجد فيها فك الفم بتاعها لا يوجد فيه فك يحمل الأسنام يبقى ايه جناثة السوبر كلاس التاني اللي هو فوق طائفة ايه فوق طائفة تانية اللي هي الجناثة استوماتية اللي هي الفكيات أصبعاً ده فك زي الإنسان كده ويحمل الأسنان يبقى الفرتبرات أو الكرنيات لا فكيات وفكيات الفكيات اللي هنكلم عليها فيه عندنا طبعاً لا فكيات منقردة منقردة مش هنكلم عليه هنكلم على الكلاس اللي هو الموجود حالياً اللي هو سايكلستوماتا اللي يسموها دائريات الفم الفم الدائري لا يوجد بيه فم فك لا يوجد بيه فك يحمل أسنان الأسنان موجودة عن البطانة الداخلية للفم مباشرة هنكلم عن البتروميزون أو الجالكي أو الجالكي طيب الفوق الطائفة التانية هنكلم على الفكيات هنكلم برضو على المجموعة من الكيانات اللي ما زالت على قيد الحياة اللي دي البلاكو دير من قردة الطائفة الموجودة دي هنكلم على أول طائفة طائفة الكوندريكسز الأسماك الآيه الغدروفية هنكلم بعد كده على الأستيكسز اللي هي الأسماك العظمية كوندروسايت خلايا عظمية كوندروسايت خلايا غدروفية أستيوسايت خلايا عظمية عشان كده قلنا أستيكسز أسماك غدروفية والأستيكسز اللي هي الأسماك العظمية العظمية طيب لحد كده وخلصت الأسماك ندي بسموها كده مع بعضها كده اللي هي الأيه البيسز أو الفيش الأسماك الأسماك طيب بعد الأسماك هنبدأ نتكلم على مجموعة أخرى اللي هي تيترابودة تيترابودة اللي هي رباعيات الأقدام رباعيات الايه الأقدام ورباعيات الأقدام اللي أصبح فيها أطراف للحركة وليست زعانف زي الأسماك الأسماك تبع تتعرف تتحرك بالمية في زعان طيب رباعيات الأقدام عندها أربع أطراف الأطراف تكون الطرف أمام وطرف خلفي أو أطراف متساوية أو طرف أمام يتحور لأجناحة زي الطيور أو طرف أمام يتحور لأيدي زي الإنسان مثلا في الإنسان طيب الأربع دول مع بعض دول بيسموهم إيه؟ يسموهم التترابودة رباعيات الأقدام رباعيات الايه؟ الأقدام رباعيات الأقدام دي اتقسمت لمجموعتين مجموعة بيسموها الأن أمنيوت أن أمنيوت يعني أو أن أمنيوتة الكائنات اللي هي بيسموها كائنات إيه؟ لا رهلية كائنات إيه؟ لا رهلية يعني ليس لها غشاء رهلي هو الغشاء الرهلي الأمنيون وده أول غشاء بيحيط بالجنين الكائنات اللي عندها غشاء بيحيط بالجنين يسموها أمنيوتة والكائنات اللي هي لا يحيط جسم الجنينها بغشاء بيسموها أن أمنيوتة فالأن أمنيوتة الوقت عندك مين؟ الأمفيبيا كلاس الأمفيبيا طائفة البرمائيات وطائفة الإيه؟ الأسماك يبقى الآن أمنيوتة اللا رهليات إيه هي اللا رهليات؟ حكتين أسماك وبرمائيات أسماك وبرمائيات أوكي؟ طيب أميلا إيه الرهليات دي إيه الأمنيوتة بها الرهليات اللي هي فيها غشاء الأمنيون أمنيون اللي هو الغشاء اللي بيحيط بالإيه؟ بي الجنين بيه الجنين هيبقى فيها الزواحف هيبقى فيها الطيور هيبقى فيها الثريات يبقى الرهليات تشمل إيه؟ تشمل ثلاث طواقف اللي هي زواحف طيور وثاريات هم دول الأمنوتة يبقى باختصار كده لما تبص على السلايد دي تعرف إيه إن الكورداتة عبارة عن حبلات أولية أو لا كرنيوميات وفقريات أو كرنيوميات الأولية إذا ما احنا عارفين اللي هو اللي هي كورداتة ناخد من البلالونجلوسس يولو كورداتة ناخد الأسيديا وصفال كورداتة ناخد السهم في الفقريات أو الكرنيوميات اللي هي الكرنيوميات يعني اللي فيها الكرنيوم وصندوق المخ هاي أسموها الفوق طائفتين الإجناس اللافكية والجناس استوماتا اللي هي الفكيات نتكلم في اللافكيات على سيكل استوماتا دائرات الفم نتكلم على البيتروميزون أو جالكي بعد كده في سوبركلاسي الثاني نموظم بقى الكائنات الأخرى اللي هي الفكية نتكلم على الأسماك الغضروفية نتكلم على الأستيق الكندريكسي ننكلم على الأسماك العظمية زي سمكة البلتي ودول بيسموهم أو الفيش الأسماك بعد كده المجموعة الثانية المجموعة الأربعيات الأقدام اللي أصبع جسمها الوقتي يتحرك بوسط أربع أطراف وليس زعانف زي الأسماك فيه البرمائيات طائفة البرمائيات الأمفيبيا فيه كلاس الريبتاليا فيه كلاس الايفس وفيه كلاس الماميليا كلاس الأمفيبيا يضم مع الفيش مع الأسماك في حاجة واحدة إنه هو كائنات أن أمنيوتا يعني كائنات لا رهليات يعني لا يوجد غشاء يحيط بالجنين وغشاء الرهل لا يوجد غشاء الرهل اللي يحيط بها زي الأسماك والبرمائيات المجموعة الثانية الأمنيوتا اللي فيها غشاء الأمنيون اللي هم الثلاثة البقائين الطائف الثانيين اللي هو الريبتاليا الايفس والماميليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته